استعدي معانا يلا وملا قلبك بالأمان كوكب الأرض في زمانك ضيعه فيه المعاني لو تحب تشوف وتسمع صوت بلالة وجي تاني انسى كل هموم حياتك يلا نروح لكوكب تاني نقضي أحلى لحظات العمر في كوكب تاني كل يوم نركب سفينة الفضاء مع بعض أحب في أحضان بعض ونطلع مع بعض إن شاء الله ونقضي أجمل لحظات العمر في كوكب تاني نشوف أخلاق الصالحين والأنبياء أخلاق الصادقين أخلاق الأوفياء لعل وعصى ربنا يكرمنا ونتأسى بهؤلاء وفعلا من جاور السعيد يسعد نتأسى ونقلد هؤلاء في أخلاقهم الجميلة ديت ونعيش أحلى حياة بفضل الله سبحانه وتعالى يلا نركب السفينة مفيش وقت تعالوا نطلع على كوكب تاني قدينة ما شاء الله مرة تانية طلعين في الفضاء وبنسمع تسبيح الكائنات زي ما سيدنا يونس عليه السلام لما نزل في أو وقع في بطن الحوت ونزل الحوت في قعر البحر سمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الكائنات فقد قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم بدأنا نسمع تسبيح الكائنات بدأنا نردد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما من ملب يلب إلا لب كل ما عن يميني وما عن يساري من شجر أو حجر أو مضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا زي ما الكون تفعل معنا إحنا كمان هنتفعل مع الكون طول ما الكون بيسبح إحنا بنسبح بفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا نقرب من كوكب جميل أو بيلمع ومنور ما شاء الله بدأنا نقرب يا طرق كوكب إيه دوت تعالوا نقرب ونشوف الله طلع الكوكب المراقبة نحمة جميلة قوي قوي إن الإنسان يكون عنده خش من ربنا إن الإنسان يكون عنده خوف من ربنا وحب ربنا سبحانه وتعالى تعالوا نخش وننزل من السفينة على الكوكب دوت ونقرب أكتر ونشوف بقى ونتعرف على سكان الكوكب دوت نزلنا من السفينة وبدأنا نتحرك وحدة وحدة كوكب فعلا شكله مبهر حاجة رائعة جدا ما شاء الله أول قصر وكان من أجمل القصور التي رأيناها كان قصر سيدنا يوسف عليه السلام الله مثل عظيم جدا جدا في مراقبة الله سبحانه وتعالى وفي خشية الله مثل عظيم جدا يضرب به المثل في الخشية والمراقبة والإحسان سيدنا يوسف لما تعرضت لهم رأة العزيز وأرادت منه أن يفعل مع الفحشة الكلمة في غاية الروعة اللي في الدنيا دي كلها قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه الله السجن أحب إلي من فعل الفحشة خب بالك أفعل التفضيل ليس على بابي مش معل كده أن الفحشة محببة والسجن أحب لأ العلماء قالوا أفعل التفضيل هنا ليس على بابي ذي ما المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده نساء بيتعلموا منه ومر عمر بن الخطاب وفجأة النساء سمعت صوت عمر فرحوا اتضرنا الحجاب عن استخبه وراء السطارة فلما دخل عمر فنبع سنضحك فقال عمر بن الخطاب أضحك الله وسلك يا رسول الله ما الذي أضحكك قال من هؤلاء النسبة كنا تحدثنا معي يعني عالية الأصواتهن فلما سمعنا صوتك يا عمر اختبأنا فقال عمر بن الخطاب أي عدوات أنفسهن أتهبنني يعني بيتخافوا مني ولا أتهبن رسول الله فقالت المرأة منهن أجل أنت أفض وأغلظ من رسول الله ليس معنى ذلك أن النبع السلام فض وغلظ وعمر أفض لا قال العلماء أفعل التفضيل هنا ليس على بابه فكان أجمل قصر أو من أجمل قصور اللي احنا شفناه واحنا دخلين الكوكب ده قصر يوسف عليه السلام اللي ضرب المفل الأعلى في البعد عن الفواحش وفي الإحسان والمراقبة وفي يعني هذا الخلق العظيم عشان يكون ممن ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل كم من ظنه رجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله الله أكبر كان سيد نيوسف كان في مقدمة القائمة الجميلة دي اللي خافوا ربنا وبعدوا عن أي فعل يعني يبعدهم عن ربنا سبحانه وتعالى تعالوا نشوف قصر مين تاني اللي قريب جدا جدا من قصر يوسف عليه السلام كان قصر صحابي جليل جدا اسمه عبد الله ابن حذافة السهمية هو إيه قصة عبد الله ابن حذافة؟ عبد الله ابن حذافة يا جماعة في يوم الأيام كان يعني عبد عمر بن الخطاب كان أرسل سرية على مشارف بلاد الروم هناك أسر هؤلاء جميعا ووصلوا إلى قصر ملك الروم ملك الروم قال لهم راقبوا أحوال هؤلاء فما وجدتم فيه رجل يعني لو وجدتم فيه واحد أفضل واحد فيهم في العبادة هتغولي فرأبوا الصحابة فلا أفضل واحد فيهم من عبد الله ابن حزاف راحوا جايبين قالوا هو ده أحسن واحد فيهم فلما شافوا ملك الروم قالوا إني أريد أن أعرض عليك أمرا عايز أعرض عليك حاجة أنت بقى شوفة فتوافة وقال لا قال ما هو قال أنت تنصر وأشاطرك ملكي إيه رأيك هديك نص ملكي ومالكلوم كان بيحكم بنص القرى الأرضية فقال له هديك نص ملكي بس بشارط أن أنت تتنصر فقال عبد الله ابن حزافة هاي ها تهيات والله لو أعطيتني ملكك وملك أبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين فراجل قال طب أغري أكتر قال له أشاطرك ملكي وأوزوجك ابنتي يعني أديك الملك كله فقاله نفس الكلام والله لو أعطيتني ملكك وملك أبائك وأجدادك على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ما فعل قال طيب نحاول بقى نحن إيه نجرب معالي اختبارات التانية عمل إيه جابوه وعملوله الصليب كده من الخشب وصلبوه عليه حطوه عليه وبدأ يجيب واحد رامي شديد للمهارة في رامي السهام قال له ارمي السهام حوالين راسه القبط وديه ورجليه لكن اوعى تصيبه بدأ ارمي عليه السهام والبالك روم يقول له ها تتنصر يقولوا لا لا فأمر أن ينزلوه فأنزلوه وأحضروا قدرا فيه زيت مغلي وجابوا اتنين من الصحابة ورموهم في القدر وانفصلت اللحوم عن العظام في لحظة واحدة وعبد الله بن حزافة شايف المشهد وملك روم أمر أن عبد الله بن حزافة يلقى في هذا القدر فلما خدوه عشان يرموه في القدر بكى فقالوا لملك روم قالوا لي ده بيبكي قال لهم طب ردوه علي يمكن أكيد رجع في كلامه فجم يردوه فقال أتتنصر قال لا قال إذن فما الذي حملك على البكاء إيه اللي خليك تبكي قال أبكي لأني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب فيه سبيه لا وكنت أود أن أمتلك أنفسا بعدد شعر رأسي تعذب فيه سبيه الله جل وعلا ملك روم احتار فيه يعمل إيه فيه فقال لهم تحاربا الوزراء والحشيين يعمل إيه فيه قالوا له الشهوة طريق المجرب وده شاب عنده حاجة وثلاثين سنة وطارك زوجته بقالها أربع شهور إذن فلو عرضت للشهوة هيقع فريسة الشهوة يابونه ملكة جمال الروم وبأمر ملكي من ملك الروم إنه يتخش وتمكنه من أن يزني بها تجردت المرأة مما لابسها ودخلت على هذا الصحابي الجليل عبد الله بن حزافة وبدأت ترتمي فيه أحضاني وهو يبعد عنه ويقول معاذ الله معاذ الله فلما يأست منه طرقت على الباب ونقلت الأخبار ورى الباب فلما فتح الباب قالوا ها ما الخطب عمل إيه قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر والله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر الله أكبر تتحطم الشهوة على صخرة من سخور الإيمان القوية بفضل الله سبحانه وتعالى في الآخر ملك الروم قال لهم طب خلاص حطوه في زنزانة ودخلوا عليه خمرة ولحمة خنزيل ويسيبوه ثلاث يام لعنه أعسى يعمل أي حاجة بس ترضينا يعني ترضي غرورنا فدخل عليه بعد ثلاث يام وقد انثنى عنقه وكاد أن يموت فقال له ملك الروم ما الذي حملك على أن لا تأكل كدت أن تموت قال أما إن الضرورة اسمع وركز معايا في الكلمة دي بالله عليك قال أما إن الضرورة قد أحلت لي في تلك الساعة أن أكل لحمة الخنزيل وأنا أشرب من الخمر ولكني والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله اسمع الكلام يا غالي اسمع الكلام أخوي وحبيبي كارهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله أخوي وحبيبي اللي التزم وانتكس أنت كده بتشمت أعداء الإسلام بالإسلام أخت اللي لبست حجابه ورجعت قلعت حجابها أنت بتشمتي أعداء الإسلام بالإسلام وأهله اللي بيبقى أخلاقهم صعبة جدا وبيتعاملوا مع الناس أسوأ معاملة هم ظاهرهم الالتزام أنتوا كده بتشميتوا أعداء الإسلام بالإسلام وأهله فإذا بملك الروم ينظر إليه ويرى أنه أمام شخصية لا ينبغي أن تقتل أبدا فإذا به يقول له إذن افعل شيئا حتى ترديني قال ما هو قال تقبل رأسي وأطلق صراحك لكن هم مش عايشين لنفسهم قال أقبل رأسك على أن تطلق صراحي وصراح كل إخواني قال أجل هذا لك فقبل رأس ملك الروم وأطلق له صراح إخواني أجمعين فلما قدموا على المدينة لقياهم عمر بن الخطاب وقد علم الخبر فقام وقبل رأس عبد الله بن حزافة وقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حزافة ليه حق يكون لأصر في كوكب المراقبة لا أكيد أكيد نفسك تسوين جمه طب تعالى شوف من اللي ساكن قدامه الله أكبر قصر مين ده الرابع بن خسيم الرابع بن خسيم ده من خيرة التابعين عارف حضرتك قصته الرابع بن خسيم كان رجل عابد كان سيدنا ابن مسعود اللي هو أستاذه ابن مسعود أستاذ رابع بن خسيم رابع بن خسيم تلميزه كان يقول للرابع بن خسيم والله يا ربيع لو رآك رسول الله لسر لرؤيتك وفي رواية لو رآك رسول الله لأحبك الله 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 يا ترى النبي لو شفنا هيحبنا يا ترى النبي لما هقابلنا على الحوض هيفرح بنا وإحنا على الحوض يا ترى إحنا عملنا حاجة تشرفنا قدام النبي واتبيض وجهنا أمام النبي لما نقف قدامه نقول له يا رسول الله بزلنا لدينك وبزلنا لسنتك وعملنا وقدمنا وقدمنا الدين علشان نبقى في يوم الإيامة بنشرب من إيدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود بيقول ربيع بن خسيم بيقول له لو رأىك رسول الله لأحبك الله وما رأيتك إلا ذكرت المخبطين كان ربيع بن خسيم كان يقابل أحد إخوانه ويقول له والله يا ربيع إني لأنظر في وجهك فأشتهد في عبادة الله شهرا كاملا ربيع بن خسيم جي جماعة كده من الفجار أرادوا أن هم يفتنوا ربيع بن خسيم وانت عارف ببعض الناس عازم بالله مش عايزين يشوفوا أهل الصلاح أبدا مش عايزين يشوفوا ناس نضاف ناس كويسين ناس مؤمنين ناس أطقياء مش عايزين يشوفوا الصنف ده يبقى موجود في المجتمعات فإذا بهم يتواصلون عن ربيع بن خسيم أن تفتنهم امرأة راحوا الامرأة بغية تتاجروا بعرضية قالوا له هذا ألف دينار كودي ألف دينارهم قايتلهم علامة تمنهم مقابل ايه؟ قالوا على قبلة واحدة من ربيع بن خسيم فقالت لهم ولكم فوق ذلك أن يزني عايزا بالله فذهبت و تعرضت لربيع بن خسيم في خلوتي فقام إليها وهو يصرح ويقول كيف بك يا أمط الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين أم كيف بك يا أمط الله يوم يسألك منكر ونكير أم كيف بك يا أمط الله يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل أم كيف بك يا أمط الله يوم ترمين في الجحيم فولت المرأة عابدة تائبة راجعة إلى الله عز وجل حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة فقال هؤلاء الفصاق أردنا أن تفسد الربيع بن خسيم فأفسدها الربيع علينا الله أكبر ده الربيع بن خسيم ليه حق يكون ليه أصر في كوكب المراقبة طبعا ليه حق إن شاء الله تعالوا نشوف أصر تاني ما أصر أصر كتيرة جدا جدا أنا بحاول أنطقي أنا داخل بستان جميل بحاول أنقل من كل بستان ظهرة بحاول أنقل زهرتين ثلاثة لأن مش هنقدر نفكر كل البستان الجميل اللي موجود دوت تعالوا نشوف مين تاني موجود في القصر ده أو في الكوكب دوت قصر رجل اسمه المبارك المبارك ده مين المبارك ده المبارك دوت كان رجل عبد عبد عنده رجل غني الرجل غني ده كان عنده بستين ومزارة وحاجات جميلة أول في يوم من الأيام أمر المبارك ده قال له روح البستان بتاعت اللي في المكان الفلاني وحرصها قال له حاضر راح قعد في البستان دي حوالي أربع شهور بعد أربع شهور صاحب البستان راح البستان هو مجموعة من الضيوف بطوعه زميله حبيبه فلما وصل قال يا مبارك يقتيني ببعض الرمان وببعض العنب فجاب له رمان طعم وحش قوي وجاب له عينب مش مستوي فقال يا مبارك ألا تعلم الحلوة من الحامض أنت يعني قعد في البستان بقالك أربع شهور ما أنتش عارف تجيب لنا عينب حلو كده مستوي ورمان حلو مستوي قال يا سيدي والله ما أرسلتني لأكلها وإنما أرسلتني لأحفظها فقال له سيده يعني عايز تقنعني أن انت بقالك أربع شهور ما ذوقت شيئا من البستان قال والله ما ذوقت شيئا من البستان فحب يتأكد فرح سأل جيران وقال له الرجل ده اللي شغال عندي مبدأش حاجة قال له أبدا عمرنا ما شفنا بيأكل حاجة من البستان أبدا فحرف أنه قدام إنسان فعلا طاقي فقال له يا مبارك أريد أن أستشيرك في أمر عجيب قال ما هو قال تعلم يا مبارك أنني لا أمتلك من الدنيا إلا ابنة واحدة وعندي أموال كذا وكذا وبستين وقصور فقد تقدم لها فلان وفلان وفلان من علية القوم فيا ترى لمن أزوجها فقال يا سيدي إن اليهود كانوا يزوجون من أجل البال وإن النصارى كانوا يزوجون من أجل الجمال وإن العرب كانوا يزوجون من أجل الحسب والنسب وإن النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون من أجل الخلق والدين فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك قال أنا خلف النبي وأصحابي ووالله لن أزوج ابنتي إلا من رجل تقي خلوق ووالله ما وجدت إنسانا على وجه الأرض في تقواك وخشتك وخلقك يا فلان يا مبارك فقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي انظر الله أكبر انظر عف عن رمانة أو عنبة واحدة فساق الله إليه البساتين وصاحبة البساتين تزوجها المبارك وعاش معها أجمل حياة وثم كانت الثمرة الجميلة التي خرجت من هذا الزواج المبارك أن أنجبت له عبد الله ابن المبارك شيخ الإسلام الذي ملأ الدنيا فقها وعلما رحمه الله رحمة وسعة ودي كالثمرة من ثمارات المراقبة عشان كده كان ليه حق المبارك أن يكون ليه قصر في كوكب المراقبة طب تخيال بقى حاجة أكبر من ده كله تخيال يعني عشان ما يقولوش بقى ومال في نحظ النساء يعني وما كل اللي موجده في كوكب دولة رجالة وبس لا طبعا النساء الله أكبر ده النساء نصف المجتمع وثالث دولة النصف الآخر فهي المجتمع كله تحنا نشوف واحدة كان ليها قصر جميل جدا جدا في كوكب المراقبة مين ديت؟ ابنة بائعة اللبن فاكر حضرتك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما في يوم من الأيام طلع قانون نهى عمر بن الخطاب عن مزق اللبن من الماء أي عن مزق اللبن من الماء فإذا به يعني هو أصدر قانون وابتدى إيه تابع القانون رضي الله عنه وأرضاه فما عدي قدام بيت من البيوت فاسمع امرأة بتنادي على ابنتها بتقولها هيا يا ابنتي ائتيني بالماء كي نمزق اللبن فقالت يا أمه أما نهى أمير المؤمنين عمر عن مزق اللبن بالماء قالت وما يدري أمير المؤمنين إن أمير المؤمنين الآن نائم في فراشه فقالت الإبنة المباركة يا أمه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا فأعجب عمر بن خطاب بكلمات هذه الفتاة المباركة التقية النقية المراقبة لرب البرية جل وعلا ورح لولاده لعاصم وعبد الله وقال لهم لابد أن يتزوجها رجل منكم والله لو كان لي رغبة في الزواج لا تزوجتها أنا فقام عاصم بن عمر وذهب وتزوجها فأنجبت له ابنة سموها ليلى وكنوها بأم عاصم ليلة وأم عاصم كبرت بعد ذلك وتزوجت من عبد العزيز ابن مروان اللي هو حاكم مصر في هذا الوقت عبد العزيز ابن مروان لما تزوج ليلة أنجبت له ابن مباركا هو الخريفة الراشد الخامس عمر ابن عبد العزيز الذي كانت جدته هي ابنة بائعة اللبن يعني فكان لها هذا القصر الجميل بفضل الله سبحانه وتعالى في كوكب المراقبة لكن كان أجمل قصر وأعظم قصر وهنقول الكلام ده في كل مرة وكل رحلة نركب فيها سفينة الفضاء ونطلع أي كوكب هيكون أجمل قصر موجود في أي كوكب هو قصر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخشى الناس لله وأطقى الناس لله صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف قد إيه النبي على السلام من شدة حرصه على أن الأمة تتعلم هذا الخلق الكريم كان يحدث الأمة ويعلم الأمة كيف يتعلمون هذا الخلق الجليل الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما عنده الترمذي بسناد حسن اتق الله حيثما كنت مراقبة اتق الله وانت ببيتك وبر بيتك وانت قدام الناس وانت بعيد عن الناس وانت في أي وقت في أي زمان في أي مكان اتق الله حيثما كنت طب وقعت في زنب وما بش حد معصوم وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بقوله كن حسن وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهد قبل بقى إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بسناد حسن ما كرهت أن يراه الناس منك فلا تفعله بنفسك إذا خلوت الحاجة اللي أنت تكره أن الناس يشوفوك وإنت بتعملها لما تخلو بينك ومن ربنا اوعى تعملها يقول صلى الله عليه وسلم كما روى ابن الجوزي في العلل بسنة صحيح كما في صحيح جامع برقم 6018 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل ليه أخوي وحبيبي لأن هيجي أيام أو هيجي يوم جوارحك هتشهد عليك اللي هتعمله في السر هيبان وهيظهر يوم تبلى الصرائر كل الأسرار وكل الأسرائر هتأتبلى وكل حاجة أنت عملتها وأخفيتها عن أعين الناس هتبان يوم القيامة يوم ما تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ووضع الكتابه ووضع الكتابه سبحان الله يعني يوم القيامة لما يوضع الكتاب يوم قيل فطرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلة أمالي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى يوم ما تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون أخوي وحبيبي النبع السلام بيحكي عن واحد يوم القيامة هيجي رجل عجيب جدا حديث روى مسلم أن النبع السلام بيقول أن فيه واحد هيجي يوم القيامة فربنا سبحانه وتعالى ها يعني ها أمر الملايك أن يتعرض علي الصحب بتاعته فيقول يا ربي ألم تجهل نفسك شوف العبد جريء جدا على ربنا بيقول له يا رب ألم تجهل نفسك من الظلم وأجعلته بيننا محرمان يقولوا بلى يقولوا فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني أنا محدش يشهد علي لا ملك ولا إنس ولا جن ولا أي حد أنا اللي أشهد على نفسي فيقول لك ذلك فيختم على فيه على فمي ويخلى بين جوارحي أن تنطق فتقول يده أنا فعلت كذا وتقول عينه أنا نظرت إلى الحرام وتقول أذنه أنا استمعت إلى الحرام وتقول نجله أنا